راحب عدراتكم بالفقرة الأخيرة طبعا الفقرة التبية ومن ورانا دكتور دينا أبو السعود وكل حلقة كده من الكلام عن ملف مختلف فيها نهاردة هنربط السمنة بمرضة أو مرض السكر وازاي ممكن يؤثر تأثير للأسف الشديد سلبي جدا وممكن يؤدي لنتائج احنا في غيرنا أكيد عنها تماما نعرف كل ده من دفتنا خلينا بس نرحب في البداية دكتور دينا أبو السعود يعني المستشار التب لشركة بايو ناتشرلز بونجور كالعادة ملف مهم كالعادة وبنربط السمنة دايما بأمور أعتقد يعني بتتعلق بحياتنا اليومية وفي نفس الوقت برضو نتائجها للأسف لو ما خلناش بالنا منها من الأول نتائجها بتبقى سيئة جدا بعد كده نبدأ بفكرة هنا السمنة وربطها بمرض السكر أو مرض السكر وازاي ممكن السمنة تساعد بشكل كبير جدا يعني أو مبالغ فيه كمان نهاية تسيق الحالة أو ممكن نهاية جبينة أصلا سكر للأسف الشديد السمنة مرض خطير وبسميه فعلا مرض العصر يا نهوان لأنه ليه علاقة مرتبدة بأمراض مزمنة كتير جدا ومن أهم الأمراض المزمنة اللي بتيجي نتيجة السمنة طبعا مش بس السمنة بيبقى لها أزمان براسية أخرى هو مرض السكر النوع التاني ليه بقول مرض السكر النوع التاني لأن هو اللي بيعتمد على الإنسولين أول ما باجي أدخن ويبقى فيه جسمي دهون زيادة بيحصل مقاومة إنسولين ليه لأن الإنسولين هو الهرمون المسؤول عن نقل السكر للخلايا عشان الخلايا تنتجلي طاقة كل خلية في جسمنا عليها مستقبلات الإنسولين عليها موقع تقدر تستقبل الإنسولين وتستقبل الإنسولين اللي بيدخل السكر ويحولولي إلى طاقة أول ما الخلية تبتدي يبقى عليها دهون كتير قوي تبتدي تكبر مستقبلات الإنسولين بتقل مستقبلات الإنسولين في الخلايا حجمها بيقل فبيحصل مقاومة للإنسولين الخلايا ما بتقدرش وقتها تتعرف على الإنسولين عشان تاخد السكر وقتها بنابقى عرضة كبيرة جدا لسكر النوع الثاني وطبعا سكر النوع الثاني من الأمراض المزمنة وأمراض العصر لأن كتير مننا بيصاب بالسكر النوع الثاني طيب دلوقتي لو احنا تكلمنا أن حد مفروض أوبيرسايز أو يعني أوبيس أو واتفر يعني عنده زيادة في الوزن بشكل كمان مبالغ فيه مش بنكلم في هنا 3-4 كيلو هو بيبقى عرضة لعديد من الأمراض ولكن الأساس أو الأسرع أنه هو يصاب بيه هو الشخص السكر يعني هو الشخص اللي هو أوفر ويت بزيادة طيب أنا دلوقتي لو جيت كلمت هذا الشخص وحاولت أن أنا أقنعه أنه هو ده في خطورة طيب أنت لازم تخيص كلام ده كله هيبقى مقتنع بالفكرة حيشتريها بس عشان تطبقيها صعب أيوة فإيه البديل لفكرة أن أنا أقدر أقنع حد أو أن أنا أوصل المعلومة وخليه يقتنع ويبقى فاهم أنه لا بد أن يخصه بطريقة في نفس الوقت سهلة مش متعبة مش هتأخذ وقت مش هتكلف فلوس كتير صح فعلا نحن عندنا مشكلة كبيرة أن نمشي على دايت أو أن نحن نحرم نفسنا من الأكل الأكل متعة كبيرة جدا جدا صحيح ثقافة برضو شعوب خلي ذلك صح مهمة قوي مريض السكر حتى داكاترة الغضر السماء وداكاترة البطنة يقول للمريض السكر أول حاجة لازم تخص دا الهدف الأساسي أن أنا لو خصيت حتى لما بيجي مريض السكر النوع الثاني بيخص بيقل الأدوية الدكتور يكتب له حتى البرسكريبشن الأدوية عنده بتقل وقتها التراكيز بتاعت الأدوية بتقل جدا طب إزاي نقدر نخس وبدون حرمان مهمة قوي قصة بدون حرمان لأنها معادلة صعبة شركة بايو ناتشرال قدرت تحقق المعادلة الصعبة دي أن احنا ناخد مكمل غذائي بيقدر يقللي جدا حجم المعدة إزاي لأن مكمل غذائي مهم جدا اسمه بيستا دخله ألياف مهمة قوي أن أنا أمشي على ألياف الألياف من أهم العوامل بتاعتها أن هي بتقدر تنفش في المعدة وتقللي حجم المعدة جدا فبالتالي لو أنا مترجطة أن أنا أكل على الغدى رز ومقارونة ونشويات وبروتينات وكل الحاجات دي هلاقي أن الطبق بتاعي يقلل لحد الربع ودي حاجة حلوة جدا منتج بيستا بيقدر يعملي ده لأن الألياف اللي فيه الشوفان وردة الأمح وقشور السليم الثلاث ألياف دول بيعملوا على التحكم في شراحتي في الأجل والتحكم في معدل الشبع كتير مننا بيجي يأكل وبعدها بساعتين يحس نجعان وبالذات اللي عندهم مقاومة للإنسولين عندهم شراحة في الأجل طبعا مقاومة للإنسولين بداية لمرحلة السكر النوع التاني إزاي نقدر حتى نتحكم في معدل الشبع أن أنا أقدر أحس أن أنا بالست ساعات مش محتاجة أن أنا أأكل بمنتج بيستا اللي طبعا واخد ترخيص من وزارة الصحة ومن إنتاج شركة بايو ناتشرلز لأن كمان ردة الأمح بتاخد فترة في الهضم من كم لكام تقريبا؟ كم ساعة؟ ممكن أقول أن أنا قادر أقعد ست ساعات مش حاس أن أنا جعانة ودي حاجة كويسة جدا طيب أنا كده عرفت بمنتج بيستا أن أنا أتحكم في الشراحة بتاعتي ومعدل الشبع أنا عايزة أحرق الدهون المخزنة كمان عندي فيتامين سي مساعد قوي جدا لحرق الدهون المخزنة وعندي الكروميوم الكروميوم مهم قوي أنه بيحافظ لي على مستوى السكر في الدم وبيقدر يحرق لي الدهون المخزنة حد دلوقتي يقولي طب الساشة دي بتتاخد إزاي؟ لا قبل ما نخش إزاي تتاخد أنا عايز أسألك شوية على موضوع فيتامين سي يعني الآن ممكن حد برضو بيسمعني طب هو أي دوز أو قوي برسنتج يعني لفايتامين سي ولا لازم تكون بنسبة معينة عشان يبدأ فيتامين سي أنه هو يحرق الدهون وهل النسبة دي اللي المفروض مطلوبة موجودة ومتوفرة كاملة في بيستا ولا لا؟ فيتامين سي موجود داخل منتج بيستا لكن شركة بيوناتشرل بتقدم كورس كامل من بيستا ومالتي فيتامين عشان نزود فيتامين سي اللي بيساعد على الحرق اللازم ناخد مع منتج بيستا بناخد ELP مالتيبيت ELP مالتيبيت داخله فيتامين سي بتركيز عالي بتركيز 500 ميلي جرام ودي تركيز حلو قوي قوي إنه يقدر يساعد على حرق الدهون إزاي نقدر نحصل على الكورس من خلال شركة بايوناتشرلز بنقدر نتكلم عن طريق الأرقام اللي ظهرها على الشاشة طبعا الشركة موجودين أخصائيين علاجيين بيقدروا يتابعوا الحالة بنفسهم كل أسبوع وده مهم جدا لمريد السمنة أن أنا أدعمه نفسيا وأشجعه أن كل أسبوع يقول لي أو يقول للدكاترة الموجودين قدر يخص قد إيه ومع الكورس في قهوة خضرة قهوة خضرة مهمة جدا للمساعدة على حرق الدهون وكمان فيتامين دال بيطلع هدية من شركة بايوناتشرلز إزاي نقدر ناخد الكورس على بعضه من خلال الأرقام اللي ظهرها على الشاشة هي القهوة الخضرة دي زي القهوة العربي اللي هي بالهيل والذي عاملة إزاي؟ الأهوة الخضرة بتبقى ساعات ساشت ساعات بيلز لا هي مش هيل الهيل دي أهوة تانية خالصة تانية دي مش ربها في رمضان بس بيقولوا برضو أنها بتخصص صح بتساعد جدا على الحرق زي الشاي الأخضر كده مش الشاي الأخضر برضو بتساعد على الحرق ده طبعا الكورس بتاعنا الدكاترة موجودين للمتابعة بتاعت الحالة ودي حاجة مهمة قوي وعايز أقولك أن يمكن إحنا بدأنا من أول سنة 2022 كل العملة قد إيه مبسوطين لأن العملة اللي كان عندهم أوفر ويت بيبقى أوفر ويت ومصحبوا أمراض مزمينة كتير جدا من ضغطه وسكر وأول ما بدأوا يخصوا وخصوا كويس قوي مع كورس بيستا حتى الأدواء اللي بقوا ياخدوها بقت أقل بكتير من لما كانوا very overweight in size طيب يبقى إحنا كنا نتكلم أن بيستا تحديدا مع ألب مالتي فيت هو ده الكورس الكامل لأن إحنا زي ما تكلمنا ودينا مثال بفايتامين سي فيتامين سي المتوافر بالفعل في بيستا بس مع ألب مالتي فيت ده بيخلي نسبة الحرق كمان أعلى يعني كده أنت بش بس بتاخد مكمل غذائي مع بيستا لا أنت كمان بتاخد مكمل غذائي بيساعد على إنقاص الوزن الحد كبير بالزبط وعلى الشاشة دلوقتي من العملاء اللي قدروا يخصوا وطبعا أنت شايفة يا نهواند الشباب صغير كان عندهم overweight لا وبين الفرق بصراحة بشكل كبير طبعا ومشكلة أن الركبة ما تقدرش تشلني ضهري واجعاني وإحنا في سن صغير بالزبط بالزبط محتاجين صحتنا أي حد بتفرج علينا هيتكلم عن طريق الأرقام اللي ظهر على شركة بايو ناتشللز بيقدروا التجادرة يتابعوا الحالة بنفسهم ودي حاجة كويسة جدا جدا وكمان القهوة الخضرة وفايتامين دال بيطلع هدية من الشركة لا الفالو أب مهم جدا وده معني أن الشركة مهتمة بالعمة لا مش فكرة أن هي عايزة تحقق ربحه بس دي اعتقد حاجة كويسة جدا طبعا أكيد على كل حال دايما برضو بنحب نتكلم على أرض الواقع ناس بتكون جربت ناس بتحكي هي تجربتها بنفسها مش إحنا اللي بنتكلم عنها خلينا نتابع الحالة اللي معنا ونرجع نكامل أحكينا قصتك مع بستة وإزاي ساعدك تخسي أنا اسمي آية عاطف رجب عمري 26 سنة كنت 85 وبقيت 65 الموضوع كان صعب معي جدا في الحركة كنت مش بقدر رمشي رجلي كان الوزن تقيل عليها ما كنتش بعرف أخد نفسي كويس اللبس كان صعب جدا ما كنتش بعرف ألبس في سني خالص كنت حاسة أنها بلبس لبس مواما الموضوع كان صعب قوي في اللبس كنت بستخدم بستة قبل الأكل بنص ساعة ثلاثة وجبات في اليوم قبلها كنت بشرة بالكبية لا طعمه ما كانش فيه أي مشكلة خالص بالعكس وهو طعم التفاح فكان لذيذي ما كانش عندي أي حرمان من الأكل كنت باكل عادي كل حاجة بس هو أصلا كان بيسد الشهية كنت باكل أي حاجة بس قليل يعني وجبات قليل مبسوطة جدا الحركة بتاعتي بقت خفيفة بقيت قادرة أن أنا أمشي بروحتي بقيت ألبس اللبس اللي أنا عايزي بنصح أي حد عايزي يخس في وقت قصير وبشكل صحي أنه هو يستخدم بيستا الجملة اللي هي نهت بيها يعني التقرير ده أعتقد مهمة جدا قيت لك في وقت قصير لأنه نحن كتير بيبقى الكيس كلقاتي أنا عندي حاجة الشهر الجاي أنا عندي حاجة أنا داخل الصيف ده يعني أنا مسافر فالناس عايزة أحسن نتيجة في أقل يعني وقت وقل مجهود برضو بصراحة يمكن ده متوفر بشكل عملي فعلا في بيستا وقالبا مالتيفيت عايزة أقولك أي حد بيستخدم كورس بيستا بيقدر يخس على الأقل ستة كيلو في الشهر في الشهر ده أقل حاجة إحنا عندنا بعض العاملة خسوا 12 و13 و15 كيلو ده الأوفر ويت قوي هي بتعتمد على إيه؟ بتعتمد أنا عندي كمية دهون قد إيه بتحرك بعمل رياضة ولا لأ السن برضو عشان كده مهمة قوي الفولو أب وكل مريض سمنة بيدينا التاريخ بتاعه أو لما بيتكلم عن طريق الأرقام لزرع الشاشة بنعرف الطول والوز وبيتحسب له هو أوفر ويت عنده دهون أكتر قد إيه وبس أقل حد خس أقل حد خس ستة كيلو عندنا زي ما أنا قلت فوق 15 كيلو كمان بيخسوا بس بتعتمد كل بني آدم والتاني حد يقولي طب ناخد منتج بيستا كام الساشة في اليوم هو بيتاخد الساشة واحد قبل الأكل بنص ساعة على كوباية مياه كبيرة طبعا زي ما هي قالت طعمه حلو قوي طعمه أصير طفل أنا جربته فعلا لكن هاخد ساشة واحد أو اثنين أو تلاتة بيبقى مش أنا اللي بحددها الأخصائيين اللي علاجين هم اللي بيحددوا الكورس بيتاخد ازاي لأن كل واحد وكل حالة غير التانية صح ده مهم عشان كده مهما برضو يبتم التواصل على الأرقام الموجودة علشان يبقى برضو الناس اللي هي عايزة حتى مش تخيصي عايزة تحافظ على الوزن التي تعمل اللي هو ثبات الوزن دي لازم برضو يعرفه ازاي ممكن ده يحصل طب نروح لأسئلة السوشل ميديا بتتبعت لنا أماني محمود بتقول هي خمسين سنة هي مية خمسة وعشرين كيلو وتقولها مية اثنين وسبعين وعندها مشاكل الصحية بتاعتها يعني السكر وشهية الأكل عالية جدا وحاولتها خص مرتين ورجعت تاني أماكن تجمع الدهون في البطن والأرض هي في حاجة قامل هنلاقيها نية شهية الأكل عالية جدا دي عند الناس كتير ناس كتير ومريض السكر النوع التاني بيبقى شهيته أعلى كتير طبعا طبعا عشان موضوع مقاومة الانسولين اللي بدأت بيها أول حالة مهم جدا أنها تستخدم كورس بيستا مهم أي مريض سكر رقم واحد مع الأدوية لازم يخس ويحاول يلعب رياضة إزاي نقدر إزاي هي تقدر تاخد الكورس وإزاي تقدر تستفاد بكورس بيستا تقدر تتكلم عن طريق الأرقام اللي ظهرها على الشاشة والأخصائيين العلاجيين هيدوها الكورس المناسب لها ومهم قوي قوي أنها تخس ده حاجة مهمة قوي وموضوع الشراعة في الأكل مع كورس بيستا ده هيتحل كويس قوي لأن زي ما أنا قلت أن بيستا دخله ألياف من الشوفان وردة الأبح وكشور السليم مش هتحس بكمية الشراعة وتحس أنها فترة طويلة شبعانة ومش محتاجة تاكل كل ساعتين كويس قوي انتصار السيد وزناها 150 وبتقول أن هي الفترة دي نفسياتها وحشة جدا وكانت بتعمل شغل البيت لكن دلوقتي كمان مش قادرة خالص تعمله 28 سنة ومعندهاش الحمد لله بتقول أي مشاكل صحية وطولها 167 28 سنة يعني كرسة بصراح 150 كيلو 28 سنة 28 سنة حرام ده هي دلوقتي ما عندهاش أمراض مزمنة لكن أكيد عندها مشكلة كبيرة جدا في التمثيل الغذائي مهم أنها تاخد كورس بيستا ومهم أنها تاخد المالتي فيتامين يعني بقول على طول أن أي حد بياخد مكمل غذائي عشان بهدف إنقاص الوزن لازم ياخد فيتامينز مهمة أو أنها تدعم مع بيستا ألبو مالتي فيت عشان يقدر يدعم لها التمثيل الغذائي لأن ألبو مالتي فيت دخلوا مجموعة فيتامين به الكاملة ودي حاجة هتبقى مهمة لها جدا تقدر تتكلم عن طريق شركة بايو ناتشرلز والأخصائين هيدوها الكورس المناسب ومهم لها جدا كمان القهوة الخضرة وأكيد فيتامين دال عندها ناقص أي حد عنده دهون عالية جدا في الجسم بتلاقي عندهم ناقص فيتامين دال فيتامين دال كمان بيطلع هدية من الشركة هداخد الكورس وكل أسبوع الأخصائيين العلاجين هيتابعوا الحالة وهتبسط قوي أن من أول أسبوع لما تحس أنها بدأت تخص بالعكس لأن أكيد هي عندها ممكن تكون داخلها في حاجة ديبريشن شوي طبعا يعني هي مش قادرة تتحرك وفي السنة ده صعب قوي لو هتبدأ كورس بيستع وهتلاقي نفسها خست من أول أسبوع هيديها بوسيتف أنيرجي إنها تكمل وتخص أكتر كويس جدا في السؤال التالت أنا إبني مشكلته إنه بيأكل كتير لما بيزعل لأ ده برضو مشكلتنا كلنا وهو بقاله فترة وزنه وزيد وده مدخله في اكتئاب ومش قادر يبطل أكل إيه الحل؟ توطر النفسي والإجهاد النفسي من أحد أسباب السمنة على فكرة لأن أول ما بيجي لي توطر نفسي الهرمون بتاعي بيتغير أو الكورتزول بيعلى في الجسم وده بيدي شراها في الأكرو بيحصل لي لغبطة في قصة الإنسولين طبعا مشكلة الاكتئاب بتبقى نتيجة السمنة يعني ناس كتير مش عارفة إن أي حد بيبتدي بأوفر ويت ولقي نفسه إنه خلاص إتستوليت لأه ما فيش حاجة اسمها إتستوليت أي حد فينا مريض سنة لازم يبدأ مهما كان وزنك مهما كان سنة بالضبط لا هو كمان كورس بيستا مناسب جدا من سن 13 سنة فلازم يستخدم معانا كورس بيستا من البيستا والمالتي فيتامينز والقهوة الخضرة هيلاقي نتيجة ممتازة من أول شهر القهوة الخضرة كمان اللي أنا أعرفه أنا جربتها بكده هي بتعمل مزاك حلوة حتى الموت بيتحسن هي فعلا لا بجد والله يعني هي والقهوة العربي الاتنين أنا بحبهم جدا ما هي بدعم بدعم حاجة اسمها الميتابوليزم بدعم التمثيل الغذائي مهمة قوي إن أنا أقدر أدعم التمثيل الغذائي بتاعي وانس إن أنا عليت معدل الحرق أكيد هيبقى عندي بوستف انرجي كويس جدا نروح بقى لآخر سؤال نهال محمود بتقول أنا لسه والدة من ثلاث شهور ابني ماشي على رضاعة طبعية هل لو بدأت تأخذ الكورس من دلوقتي هيؤثر على ابني ولا ما فيش حاجة من حاجات لا مادام لسه والدة تبتدي على طول تأخذ الكورس ما فيش مشكلة عادي لأن الحامل ما بتعملش دايت ممكن الحامل تأخذ ألبا مالتي فيت هيبقى داعم لها جدا لأن الحامل مهم لها الفوليك أسد وفايتامين بي وفايتامين سي بعد الولادة أكيد حصلها أوفر ويد فلازم تأخذ الكورس ما فيش أي مشكلة في الرضاعة إطلاقها على فكرة دي نقطة كويسة جدا فعلا للحامل لكن دا حل سحري لأن بجد الحامل الحرام فيه منهم بيزيد منها من عشرة لغاية تلاتين في ناس بزيد تلاتين كيلو وبيبقى الاكتئاب بقى متضاعف كمان واللي هي إزاي أنا وصلت لكده غير اكتئاب الولادة أو ما بعد الولادة فبتهايق لي ألبا مالتي فيت ممكن يكون هو الوسيلة إن الأم ما تقدرش أو ما يطولش الموضوع دا عندها كتير يعني فعلا وأحيانا بتلاقي سيدات بيجي لها حاجة اسمها اكتئاب مع بعض الولادة بتبتدي تدخن جدا وبيحصل لها مشاكل كبيرة جدا حتى في المشاكل النفسية لازم تدعم بقلب مالتي فيت والدعم بالفوليك أسد اللي داخل قلب مالتي فيت كويس جدا دكتور دينو كالعادة والله بناستفيد والله بجد وملف مهم يعني سوفر لحد الوقت إحنا ما فيش يمكن مرض ما اتفقش مع السمنة يعني بجد ملف في غاية الأهمية نتمنى ان احنا نخلي بالنا جدا السمنة مش مجرد شكل وحش أو أوفر ويت أو وزن زيادة على الميزان السمنة مأساة قولنا لحضراتكم قبل كده قد تؤدي للوفاء لقدر الله فنخلي بالنا ونلحق الموضوع من بداية وأعتقد حفر إمعانا جدا أنا بشكر حضراتكم على متابعتنا وبشكر طبعا دكتور دينو اللي بتنورنا كالعادة ونشوف حضراتكم بكرة ان شاء الله حلقة جديدة وعشرة صبح في الأهل مع السلامة اشتركوا في القناة